بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأسعد الله وقاتكم إن شاء الله تكونوا بيتم الصحة والعافية اليوم نستكمل حديثنا إن شاء الله عن البرمجة باستخدام Visual Basic وهاي راح تكون المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة في سلسلة محاضراتنا عن البرمجة بVisualBasic.net في هذا المحاضرة في عنا Tutopics موضوع الأول هو تمرير القيم والArguments إلى البرمجة الموجودة في الـ Subroutines والـ Functions ورح نتعرف على طريقتين للتمرير هذه القيم الطريقة الأولى بنسميها PassByValue وهي الـ Default Method في تمرير القيم وطريقة الثانية بنسميها PassByReference وهذا من الموضوعات المهمة جداً موضوع الثاني راح نستكمل على الحديث عن استخدام بعض الـ Controls and how to program them وكيف نستفيد من الـ Methods والـ Attributes الخاصة في كل من هذه الـ Controls مباشرة إلى برنامجنا بجولة Studio وبيئة التطوير مباشرة إلى الـ CodeView في الـ CodeView بدنا نعرف برامير عفو نعرف variable نعطي قيمة ابتدائية مثلاً مليون شرين لو كانت عندي سبروتين نعطي قيمة مثل مثل do change value أوكي لو هذا سبروتين بدنا نمرر له قيمة بإمكاننا نمرر القيمة بشكلين أو بطريقتين الطريقة الأولى والـ Default method اللي حكيناها المرة الماضي واستخدمناها لو كانت عندي V as integer هذا V سيسمح بتمرير قيم لا do change value سبروتين اللي نستخدم V داخل هذا السبروتين حسب القيمة التي أرسلناها أثناء استدعاء اللي هو السبروتين فV تأخذ القيمة عند استدعاء do change value سبروتين القيمة التي تأخذها V هي فعلياً نسخة من القيمة التي تم إرسالها عند الاستدعاء بمعنى آخر لو كانت في عنا label وبطن مثلاً وانا بدي عند النقر على البطن بدي نقير الفونت أكبر شوي مثلاً عند النقر على هذا البطن بدنا نشوف نرصد قيمة X على سبيل المثال ونحطها في داخل هذا اللي بل فعند النقر على البطن بدي أستدعي do change value call do change value أوكي أمررها الآن قيمة X لاحظوا X هو global variable خاص ب اللي هو class اللي اسمها form2 يعني داخل class مرئي وهو private لكن المثوات والسبروتين والإيفنس تقدر توصل لهذا القيمة عن X نعم عند استدعاء اللي هو do change value قيمة X رح تمر لV وبالتالي في هذه الحالة بهذا الشكل ستمر نسخة من القيمة X إلى القيمة V ماذا لو طلبنا بتغيير قيمة عفوا بتغيير قيمة V V equal for example 500 غيرنا لـ 500 وانتهى الاستدعاء بعد استدعاء اللي هو هذه السبروتين بدنا نجعل للابل وان يظهر قيمة X حسب المثال text equal AX نشوف القيمة الجديدة لـ X الذي سيحدث ما يلي سنلاحظ أن الليبل سيحتوي على القيمة القديمة لـ X وهي قيمة 120 حسب القيمة initial value لماذا؟ لأنه عند النقر على الزر سيتفاعل اللي هو click event click event أولاً سيستدعي اللي هو المثوات أو السبروتين do change value ويبعث القيمة X قيمة X الحالية هي كم؟ 120 وبالتالي سيتم استدعاء do change value البراميتر V سيستقبل القيمة اللي بعثناها X وسيأخذ نسخة من القيمة أيضاً V ستصبح قيمتها 120 تمام؟ داخل السبروتين سيتم تنفيذه ما فيش فينا لجملة واحدة ستكون قيمة V الآن حالياً هي 500 ولكن يعني لا يؤثر شيء إلا على V بعد انتهاء انصب سنعود إلى النقطة التي استدعينا عن هذا المثود أو الفونكشن اللي هي do change value X بعد ذلك أخذنا قيمة X ونسندناها لتكست property إلى الليبل وفي هذه الحالة ستكون قيمة X لازالت 120 هذا الشكل من أشكال اللي هي أرسال البيانات نسميه pass by value يعني نأخذ نسخة من القيمة وممكن أن نصرح به صراحة داخل parameter list باستخدام كلمة buy value بهذا الشكل buy value معناها أن V ستأخذ نسخة من القيمة X أيضاً نفس النتيجة سنحصل على نفس النتيجة الآن سيظهر لدينا 120 تمام؟ هذا المقصود buy value نسخة من اللي هي القيم المرسلة الطريقة الثانية أو الشكل الآخر من إرسال البيانات نسميه buy ref buy ref واختصار لي buy reference ونعني ب buy reference أن V V ستؤشر على المكان الذي أرسلناه في الاستدعاء بمعنى آخر عند استدعاء أو عند حدوث الحدث click سيتم تنفيذ اللي هي do change value sub routine ولكن X بدل أن نرسل القيمة X سنرسل ما يسمى بالaddress للمتغير X لمين؟ لقيمة V في هذه الحالة V ستؤشر إلى المكان الذي تؤشر X عليه في الذاكرة الرئيسية أو الـ reference الذي تؤشر عليه X وبالتالي V و X ستصبحان مؤشرين لنفس المكان في الذاكرة الرئيسية هذا ممكن نعتبره على شكل pointer في لغات أخرى إذن V أصبحت reference مؤشر لمكان في الذاكرة يؤشر عليه أيضا X تمام؟ وبالتالي لما نحكي V يساوي 500 وكأنه بغير القيمة التي تؤشر عليها V إلى 500 وبالتالي سيتغير بديهياً المكان الذي تؤشر عليه X لماذا؟ لأن V و X تشيراً نفس المكان الذي تغير الآن لنستدعي نفس الكوت نلاحظ أن القيمة أصبحت كام؟ 500 ما الذي حدث؟ بدأنا أول شيء X ب120 ثم عند حدود الحدث click استدعينا function أو subroutine هي do change value وبعثنا X كparameter أو argument إلى الparameter V الparameter V استقبل X ولكن استقبل العنوان الخاص بX وليس القيمة أو نسخة من القيمة X فأصبحت V و X تؤشران على نفس المكان في الذاكرة الرئيسية وهو 120 لكن عندما أصبحت V تساوي 500 أصبح هذا المكان بدل ما هو 120 أصبح 500 وبالتالي لما رجعنا من الاستدعاء انصب أسندنا text property ل label 1 بالقيمة الجديدة X التي هي 500 لماذا تغيرت 500؟ لأن V تشير إلى نفس المكان وتغيرها هذا الفرق ما بين اللي هو pass by reference و pass by value هذا ينطبق على الparameter عفوا الby reference ينطبق على variables فقط ولا ينطبق على constants حسب المثال تمام؟ أيضا كل الأبجيكت كل الأبجيكت ممكن نمررها by reference أو المررها by value كذلك الأمر جميل حتى مع functions نفس الشيء functions والسبروتين تعمل نفس المبدأ سواء كانت visibility لا X على شكل private أو مثلا public ما بيأثر هذا الشيء أو protected على سبيل المثال لا يؤثر هنشو تكون visibility في السكوب بتاعه هي المتغير أو function بمعانا آخر أنه X موجود في السكوب بتاع الكلاس إذا تستطيع أي من المثال و subroutines استطاعها بشكل مباشر أو تغييرها من خلال by reference passing تمام؟ جيد، هذا كان الجزء الأول اللي هو هو how to pass things by reference or by value نأخذ مثال آخر توضيحي لو أخذنا سب بمعانا و سب 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 مثلا change color okay change color okay change color مثلا button as button تمام؟ وأيضا بعثنا قيمة مثلا by val by val okay color 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 تمام؟ والمطلوب تغيير مثلا foreground color أو background color whatsoever change color نحكي change back color bk color نبعث two things button كcontrol وأيضا نبعث مين؟ نبعث اللي هو قيمة اللون وبالتالي button button rootpack color سيصبح قيمة وقيمة مين؟ الكالر اللي بعثنا تمام؟ هذا اللي هو subroutine اكبرديونا الآن نطبق هذا الشي على سبيل المثال على بعض اللي هي buttons بهذا الشكل اللي هو واخدنا مثلا button لغو 8 وضح بطن 2 وcolor مثلا على سبيل المثال green طبعا لدينا نكون بين قوسين لدينا استخدمنا ال call method بهذا الشكل sorry call والarguments بين قوسين في الحالة هاي بعثنا ال subroutine change back color button1 وهو اسم الbutton وهو control في النهاية as button والcolor هو green هل سيتغير لون البطن 2 أم لا الجواب yes لماذا لأنه مررنا ما يسمى بالreference reference للبطن إذن الobjects كلها تمر من خلال passing by reference هذا لو كتبنا byval بهذا الشكل هل أيضا ستتغير النتيجة أم أن هذا btn سيؤشر على شيء آخر الصحيح في جوة basic دائماً وابدى الobjects تمر للfunctions والsubroutines by reference byval button وبطن 2 هما نفس الشيء سواء تغيرت القيمة مررنا by reference أو byval وهو دائماً يمر by reference إذن btn تؤشر دائماً على نفس الobjects by value أو by reference هذا اللي بدنا نحكي نحصل على نفس النتيجة دائماً أوكي جميل هذا إذن الموضوع الأول في موضوعات المعاضرة الموضوع الثاني بيحكي عن اللي هو control programming واستكمالاً للحديث عن controls اللي تعرفنا له من المرة الماضية أوكي خلونا نتعرف على برضو مجموعة من controls على سبيل المثال اللي هي نأخذ checked list box تمام ال checked list box عبارة عن list box ولكن ال item ساعدت عبارة عن check boxes وذلك بستخدمها هاي ال control إذا كان في عندي مجموعة خيارات أوكي وبدل ما يكون في عندي check boxes منفردة لا في عندي list of check boxes ممكن أربطها مع database database مثلا data item data source item بحيث أحصل على list of items من مكان محدد من مكان معين متغير أو غير متغير أحسن ما أخليوهم ثابتين على شكل check boxes منفردة تمام حتى ما أضطر أعمل update للبرنامج تاعي كل مرة وبالتالي ممكن تكون هاي مجموعة من ال items ال hoppies مثلا على سبيل المثال أوكي ممكن يكون عندي something like this select your hoppies أو نوخذ مثلا favorite sport أوكي favorite sports على سبيل المثال هي قائمة إذن من الألعاب أوكي وبدأ أضيف مجموعة ألعاب يختار منها ال user الألعاب المفضلة على سبيل المثال football أوكي مثلا chess مثلا tennis tinnis 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 I think تاكر لكن تاكر منها لن. Okay. Tennis. Tennis. Without. Without. Yes, without e. Tennis. Like for example, golf. Like for example, swimming. Like for example, anything else, yeah. You can do a lot. Okay. This is a series of exercises. Let's see the basketball ball. Okay. Let's see what the user is going to be. I'm a member of them. I'm going to know what the choices are. Okay. We mentioned earlier that the list boxes are about a series of items. It can be used to them through the items. But the check box list, or the check list box, it's not a special. Follow the notes. Okay. I want to do what I need. I have another list. Okay. I want to do it only in the items that have been removed from this list. Only. Okay. When? When you click on this button. Okay. 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 We're going to click on that, let's do it all. Okay. Here is my name. I'll look at the check list box. Okay. 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 لذلك عندها هذا الفرق ولذلك ممكن أحكي معي اللي For each checked item For each CH for example in ذكروا For each loop For each loop لكل عنصر في ال checked list books بس مش كلهم بس لل checked items اللي تم اختيارهم حصلت عليهم من خلال CH فCH ستؤشر كل مرة على واحد من هذه ال checked items ايش بدي اعمل في هذا ال checked item بدي اضيفه في ال list box .items.add اللي هو مين CH ولا حاجة له يعمل casting لأنه اكيد ال items كلهم من نوع string على سبيل المثال تم اختيار هذا العنصر وهذا العنصر وهذا العنصر هذا checked تم اختياره يعني اختياره by checking not by selection في فرق الآن click على البطن راح يضيف لي chess وتنس وسويمين لماذا؟ لأنه هذول هم checked items لو غيرنا الخيار سيختار لي هذا المجبوع لو ما كانش في عندي checked items مش هضيف لي شيء لماذا؟ لأنه لا يوجد في عندي عناصر تم اختياره إذن هذا هو checked items الموجودين تمام؟ من الطريف نرجع مرة ثانية لاحظ بعض ال attributes لهذا هو ال control اللي هو checked list box مثل عسب المثال check on click هذا يعني بال check on click لاحظوا لما اختار عناصر لا يتم عمل check إلو مباشرة ليه؟ لأنه هذه الخاصية false فأنتظرها true عملها true الآن فصار أنه check on click إذا بعملك click تقلق واحد على العنصر سيتم عمل اختيار له تمام؟ بهذا الشكل جميل إذن check by click ال selection لاحظوا ال search حتى في list box العادي ال selection يتم ليه عنصر واحد تذكروا من الخصائص العاملة selected methods في list boxes هي خاصية selection mode هذا selection mode اللي هي مربوطة على one حتى في list box العادي selection mode is one ماذا يعني بذلك؟ يعني يتم اختيار عنصر واحد فقط لا يجوز اختيار أكبر من عنصر واحد لماذا؟ لأن selection mode is one ممكن غير هذا selection mode إلى simple أو extended ممكن استخدم الممكن استخدم التعم Shortly To Say خليناu 67 ممكن استخدام تحسير نفس الشيء هون نحن انظر لانها الطابب ال list box وغيرناها متم Aware قريب الت veya بدي أختارها من هون صار في عندي إمكانية أن نعملية Multi Selection أو أقل مع الـ Control button Control key down بقدر أختار مجموعة عناصر متباعدة بهذا الشكل أو drag drop اختار أي عناصر أو اختار العنصر الأول ثم shift ثم اختار العنصر الأخير بيظل العناصر اللي بينهما لعملية Selection هذول المجموعة من العناصر التي تم اختيارها موجودين في مكان اسمه Selected Items ماذا يعني بذلك؟ لو كان في عندي بطن آخر وبدي أرصد ما هي Selected Items من الليست بوكس أضيفهم في لست بوكس ثاني بهذا الشكل إذن عندك لك على البطن 2، بدي العناصر اللي تم اختيارها في الليست بوكس 1 فقط للا تنتقل على الليست بوكس 2 كي؟ لتفعل ذلك، أول شيء ننظف الليست بوكس 2 من أي عناصر ثم في الليست بوكس 1، في عندي كوليكشن اسمه Selected Items Selected Items هي مجموعة العناصر التي تم اختيارها، تمام؟ لكل من هذه العناصر لكي تدعى وفكس 3 كي؟ ماذا تفعل ذلك؟ لكي تأشير على كل مره على واحد من هذه Selected Items كل مره بدي أضيف هذا العنصر فيه لكي تضيف الكتب وكي تزاخذ لكي تضيف أرصدها بدي العنصر في الليست podemos أعطي الله بدي العنصر ماذا يعني بselected indices هي مجموعة الفهرس لتلك العناصر التي تم اختيارها يعني list of indices مجموعة الفهرس لتلك العناصر بينما selected items معناها العناصر التي تم اختيارها نفس العناصر وليس ال indices نأخذ test بسيط مثلا لو اخترنا مجموعة sports هذه اضطناها الان على هذه الليست لاحظوا لو كبست على البوتون ما في عندي selected items لاني يتم اضافة شيء على الليست بوكس الجديدة بينما لو اخترت مثلا football و swimming تم اختيار عنصران click هيضيف لي العناصر التي تم اختيارها من الليست اصبح واضح الان كيف بحصل على العناصر التي تم اختيارها بالcheck box Flynn ، والعناصر اللي تم اختيارها by selection من خلال الليست بوكس item تمام اختيار عنصر واحد سيختار عنصر واحد فقط هذا الشكل تمام بينما مجموعة العناصر كلها ممكن اختارها by ctrl a no not ctrl a By drag drop تم اختيارها كلها تمام إن شاء الله تكون الفكرة وابحة إذن الليست بوكس بشكل عام لها مجموعتان من الكليكشن سليكتد ايتمز و سليكتد انديسيز وفي عندي برضو إذا كانت تشك لست بوكس في عندي كليكشن اسمه تشكت ايتمز تشكت ايتمز بحصل منها على كل العناصر اللي تم اختيارها باي تشكينج في التشكت لست بوكس هذا موضوع من الموضوعات المهمة جدا في استخدام الكونترولز في فيديو البيسيك نأخذ برضو كنترولز اخرى للتعامل معها في كبروغرامنج طبعا ما ينطبق على هاي ينطبق على كل الكونترولز اللي فيها لست بوكس باستثناء اللي هو الكونبو بوكس لان الكونبو بوكس دائما نختاره عنصر واحد من عناصره في المرر الواحد كومبو بوكس معروف نعم ننبر تو نأخذ اللي هي البيكتشور بوكس وهي من الكونترولز المهمة لانها تقريبا هي الكونتينر الان الملائم والاكثر ملائمة للصور والغرافيكس تمام ذكرنا المرة الماضي كيف نغير الصورة داخل البيكتشور بوكس من خلال خاصية image او من خلال اللي هي short task من هون choose image مباشرة بروح لنا على منطقة اسمها اللي هي resources منطقة الموارد في البروجيكت اذا كان الموارد اللي عندي لا تحتوي على شيء لن يظهر عندي اي شيء none لا يوجد عندي عناصر في هذا من هذه الموارد اما بنعمل import او بنروح نعمل change the meaning نعمل التارين للريسورس نعمل التارين للريسورس او بمكاني اضيف انواع كثيرة من الريسورس النوع الافتراض هو string بدي اغيره إلى image بعد ذلك اغير مصدر الريسورس من existing files الان رح تلاحظ انه بيضخير لجميع انواع الملفات و بيركزد على موضوع نضيف مجموعة صور بشكل عشوائي لكن نضيف مجموعة الصور الملائمة هذا هو جيد و هذا هو جيد اصار في عندي الان resources على شكل صور في مكان اختار مثلا صورة هذه الصورة مثلا لاضافتها على picture box الان انتهى صار في عندي resources الان بمكان ارجع على graphics او عفوان picture box لاضافة graphics داخلها بخلال الامج بمكان اختار مرة تانية على choose image و نختار الان من resources الموجودة عندي الصورة المناسبة اخذنا مثلا هذه الصورة ستظهر الصورة داخل picture box جميل و ذكرنا في عنا واحدة الخصائص المهمة هي size mode و size mode معناه كيف ستظهر الصورة داخل وعاء picture box في عندي normal او stretch مطط الصورة شدها بحيث تظهر داخل وحاء الصورة او auto size تتكبر الصورة او zoom او central image ناخذ بس من منتصف يعني ناخذ منتصف اللي هي صورة و نوزع بعد ذلك على اطراف اللي هي picture box ناخذ الان stretch mode حتى تتكبر وتتظهر الصورة حسب الاطار اللي هي داخل هذا هو stretch mode هذا طبعا في design mode ممتاز ماذا عن اللي هو ال run time mode في run time mode بمكان اغير اوكي we can change الصورة داخل picture box بطريقتين الطريقة السهلة بدي اغير الصورة عندما ينتمن نقر على click على button 3 بدي اغير من خلال attributes picture box 1.image I can change the image attribute يساوي واروح ابحث عن اللي هي image control او image resource اما بروح بابعث لها picture box image ل picture box تاني او بابعث لها واحد من resources للوصول الى resources باستخدم my.resources. راح اوصل مباشرة الى اجموعة الايتم التي من نوع resources طبعا هاي resources تقولها ممكن تكون صور ممكن تكون شيء اخر اوكي تعالوا اخذ مثلا اوه اوه مثلا اوه 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 طبعا هاي صورة كانت اوه اوه كنا اوه نحن تكون اوه اوه نعم، صورة إذا سرنا هذا الآن، هذا هو الموضوع في موضوع موضوع أنا أريد أن أغيرها الآن إلى هذه الصورة غيرت الصورة مباشرة لأنه هناك مورد بهذا الاسم أخذنا هذا الطريقة الأسهل الآن الديناميك طبعا هي منسياتها هي الطريقة أنه ملزم يعني فقط أنا ملزم باستخدام الريسورس اللي موجودة مع هذا البروجيكت ماذا عن الملفات؟ الديناميك في حال على سبيل المثال الوزر عمل upload أو بديو يرفع صورة من الـ local resources اللي عندو أو من الـ hard disk أو من أي مكان ثاني ماذا بنستخدم في الحالة هاي؟ بنستخدم مثود اسمها load نقود picturebox1. وفي عندي مثود اسمها load load الآن بتحمل صورة من ملف من ملف إلى داخل مين؟ إلى داخل الصورة لكن لازم أكون عارف ما هو الـ URL أو الـ resource أو حتى الـ physical path لتلك الصورة نأخذ مثال بسيط من الصورة الموجودة عندي الآن نأخذ مثلاً sample picture نأخذ صورة الـ quala على سبيل المثال اسم الصورة طبعاً quala.jpg بدي أنسخل هو الاسم نأخذ الاسم بدي أخذ الـ resource نفسه بدي هو الـ path copy بعدين نكتب الـ resource إذن هي موجودة هذه الصورة في هذا المكان يعني لازم أكون عارف مكان وجود الصورة اسمها quala.jpg quala.jpg أو eg لا أتأكد لكن jpg أو e تمام؟ بهذا الشكل حسناً and let me just comment this one نعمل comment على هذه الصورة ماذا يحدث عندنا؟ نقر على زر اللي هو الـ button 3 بهذا الشكل مباشرة راح يروح على المورد أو عفواً الملف الموجود في الـ path في الـ path ويروح يحمل داخل وعاء الـ picture box إذن هاي طريقة أخرى لتعديل اللي هي صورة أو المحتوى داخل الـ picture box 1 جميل تمام؟ هل ممكن يكون URL؟ نعم ممكن يكون URL ممكن يكون أي مورد أو أي path ما صار للصورة We can do change الآن الـ picture box attributes اللي هي مثل size mode على سبيل المثال width, height, location, position كل الـ attributes اللي من شايفين أنها مفيدة ومهمة تمام على سبيل المثال أخذنا أخذنا border style ممكن نضيف إطار حولها وكل الـ attributes الثاني ألا can select capture ممكن نخذ صورة أخذنا إذا كانت الصورة بتقبل الموزه اذا اكتمل تحميل الصورة كبكتور بوكس طبعا مش محتوى طيب اوكي enable نتستقبل الـ events ولا ما نتستقبلش الأحداث يعني في كتير مجموعة من الـ methods ممكن نستخدمها لكن انا شايف انهم هل هي load هون بعض الـ flags read-only flags دا الـ control ممكن نضيف padding حول المحتوى مع الصورة تذكروا padding attribute padding for example equal 10 padding طبعا هي على شكل object وذاك نعمل new padding new padding ونختار لكل الحواف مثلا 10 pixels على سبيل المثال بهذا الشكل نعم 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 border نعم حتى لو كانت الصورة stretch يعني مططناها لكن انا حملنا padding حتى يظهر عندي إطار لهذه الصورة تمام نعم أوكي هذا كل ما حبينا نمشي فيه اليوم Next lecture إن شاء الله بنكمل تقريبا في هذا الموضوع وموضوعات أخرى بتخص الـ controls خاصة بالـ common controls يريد تبعثوا كل استفساراتكم ولاحظاتكم على الـ classroom ونشوفكم على خير إن شاء الله مرة الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته